السلام عليكم يمر كل الإنسان فينا أعزائي المشاهدين بثلاثة مراحل هامة جدا خلال فترة حياته واللي هي بتشكل على شكل منحنى وخلينا أحكي لك أنه هذه المراحل هي مرحلة التأسيس ومرحلة أنمو ومرحلة الانحدار وهذه طبعا المراحل بتشكل هي جزء وخصائص من حياة الإنسان سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني وخليني يعني إذا أنت حابب تتعرف أكثر على هذه المراحل خليك معي بعد هذا الفاصل لأنه تعرف أكثر على مميزات وخصائص كل مرحلة وكيف أنه كل شخص لازم يستثمر هذه المراحل من أجل تحقيق أهداف وأحلامه وللأسف خلينا أحكي لك أنه الكثير لا يعرف شيء عن هذه المراحل عشانيك بقول لك خليك معي بعد هذا الفاصل وخليك تتعرف على هذه المراحل ودوره في تنمية شخصيتك وذاتك وتحقيق أهدافك وأحلامك لكن بذلكك صديقي أنه أنت تشترك في هذه القناة وتفعل زر الجرس لتستقبل كل الفيديوهات التي نرفعها على هذه القناة أهلا وسهلا بكم جديد بتمنى تكوني الآن اشتركت في قناة حوالة الزر الأحمر إلى الزر الأبيض وإن شاء الله تستفيد من البرامج والحلقات التي نرفعها على قناة تيمينيس وخليني أبدأ معك بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس والكل بمر في هذه المرحلة أصدقائي يعني بيبدأ يكافح ويناضل ويؤسس نفسه في المهارات والعمل والبيزنس والتاسك المختلفة وخليني أحكي لك أنه هذه مرحلة مهمة جدا هذه فقط أنت ركز على التأسيس أنه أنت تأسس نفسك من جميع أنواع البرامج أو الأهداف أو التاسكات أو الأشياء اللي أنت بتتمنى يعني سواء من علاقات من مهارة من تأسيس مشروع من تأسيس بيزنس من اجتهاد من كفاح من نضال هذه المرحلة بتكون يعني معرضة أنه أنت يعني تكون فيها أخطاء يكون فيها تعلم يعني هذا فقط مرحلة تعلم أن أنت الآن تتعلم فيها وهذه الكل بمر فيها يعني في السنوات الأولى من حياته وهذه من أهم المراحل اللي لازم خاصة الوالدين يعني يعتنوا بأولادهم ويركسوا في هذه المرحلة أنهم يوجه أبنائهم إلى أنهم يتعلم ويتأسسوا فيه كل شيء والبرامج اللي ممكن تنفعهم فيه المرحلة الثانية اللي احنا هنشرحها الآن والآن وصلنا لمرحلة الثانية وبعد ما تجاوزنا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس تأتي مرحلة النمو وللإنسان فيها يعني تقريبا خلنا نقول يعني بيكبر في العمر بصير يمكن من حوالي من 18 إلى 20 إلى مثلا 35 أربعين سنة وهذه المرحلة بيكون النسان فيها طبعا تجاوز مرحلة التعلم تجاوز مرحلة الأخطاء والفشل ويتعلم طبعا من أخطاءه وبدأ يعني طبعا ينمو من حيث المستوى الشخصي المستوى المهاري المستوى العلاقات المستوى الاجتماعي المستوى العقلي المستوى المعرفي بدأ مثلا الآن مشروع يعني يؤتي ثماره بدأت المبيعات تزداد والإرادات تزداد والأرباح ويتوسع العمل وبالتالي هنا الإنسان بيصبح في أرقى مراحل نموه وخلينا أقول لك هذا المنحنى اللي أنا طبعا الآن هيظهر على هذه الشاشة هيبين مدى أنه كيف الإنسان بمر بمراحل مختلفة في العمر خصوصا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو وخلينا أحكي لك أيضا هذه المرحلة مهمة جدا ليش؟ لأنه الإنسان هنا بيستطيع أنه يحقق ما يصبو إليه يعني مثلا أهلام أهداف أشياء كان بحاطط إلها ليش؟ لأنه في مرحلة نموه وعنده قدرة مثلا مالية معرفية شخصية مهارات علاقات كله طبعا يكون فيه أوجه يعني يا أصدقائي وبالتالي هذه الفترة هي من أزهى المراحل الإنسان بمر فيها وكل شخص معرض أن يمر فيها أصدقائي فبالتالي يجب أن يستمرنا خير استثمار وصلنا معكم أعزائي المشاهدين المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإنحدار وهذه من الصعب طبعا أن الحفاظ على نفس النتائج في هذه المرحلة اللي أنت كنت تحرزها في مرحلة النمو أو حتى الحفاظ على نفس المبيعات والإرادات على مستوى الشركة أو على مستوى المشروع فهنا بتلاقي فيه تراجع كبير في العلاقات في المبيعات في الإرادات في الأرباح أو حتى على المستوى الشخصي أنت الآن لم تعد يعني تحرز نفس النتائج اللي أنت كنت تحرزها المبهرة في مرحلة النمو وبالتالي هنا تحتاج إلى معاملة خاصة لهذه المرحلة الآن يعني أحكي لك أنا بعض التقنيات اللي أنت ممكن يعني تؤدي بك أنه أنت تحافظ على مسواك في المرحلة الثانية وتبتعد عن الدخول في المرحلة الثالثة أو الخروج بأقل الخسار من هذه المرحلة ودعنا عزيزي المشاهد قبل ما تطرق إلى الحل الخروج من المرحلة الثالثة بسلام خلينا أحكي لك أنه هناك كثير من الأصدقاء والأشخاص اللي دخلوا في هذه المرحلة والأسف ما خرجوا منها وأدت بهم إلى الانهيار بل والفشل الذاري سواء على مستوى المهني أو على المستوى الشخصي عشانك بقول لك أنه خليك حذر من هذه المرحلة وتعامل معها بشكل جيد وخليني الآن أتطرق معك للحل أنه أنت لازم تكون يعني مواكب لكل جديد مواكب للتحسين المستمر سواء على مستوىك الشخصي أو على المستوى البزنس والعلاقات والأعمال والاجتماعيات وجميع النواحي لازم دائما أنت تطرق إلى التقنية الجديدة دائما تكون أنت بوابة جديدة لكل شيء دائما تكون منفتح دائما تستقبل كل جديد دائما تحاول تحل المشاكل والأمور بطريقة إبداعية تفكر خارج الصندوق هذه الأمور هي اللي حتخليك أنه أنت تحافظ على مستوى مرحلة النمو وما يعني تخرج إلى المنطقة الثالثة أو يعني تدخل للمرحلة الثالثة لمرحلة الإخفاء وممكن أنت تدخل فيها ولكن يعني بنسبة خسائر أقل ليش؟ لأنه أنت معتمد تقنية الحال وهي التطوير المستمر والتحسين والانفتاح والعملية الإبداعية والتفكير خارج الصندوق هذه هي الحلول اللي ممكن يعني تخلي مستوىك الرائع في مرحلة النمو يعني مستمر وأنه أنت يعني ما تدخل إلى هذه المرحلة الثالثة من مرحلة الإخفاء وأنه أنت حتى تخرج منها بأقل الخسائر الممكنة وهذه نصيحتي إليكم ونصيحتي أيضا لنفسي وإن شاء الله نعمل بها ودائما نكون في مرحلة النمو وهي المرحلة الرائعة وهيك أنا بكون عزيزي مشاهدت من حلقة هذا اليوم من سلسة غير تفكير غير حياتك وبصحك أنه تحاول تشاهد هذه الحلقة مرة مرتين وثلاثة وتفكر في نفسك وتفكر في وظيفتك أو في أداك أو في مهنتك وتعيد التفكير كيف أنه أنت ما تصل للمرحلة الثالثة وأنه أنت تظل محافظ على مستواك والنتائج المبهرة في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النمو بتمنى لكم التوفيق بتمنى تكون هذه الحلقة عزبتكم لو أعجبتكم وضفت لكم معلومة رائعة فحاول يعني ما تحرمني من الإعجاب وتشترك في قناتي وتضغط على زر الجرس وخلينا أشوفك في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته